السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام يريح القلب والنفس إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي فإذا قلت يا رب إما أن يلبى لك النداء أو يدفع عنك البلاء أو يكتب لك أجرم في الخفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم ومن لبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو ولا حول ولا قوة إلا بالله اذرع الخير إينما ذهب فهو عملك الصالح الذي يعطيك نور في الوجه ومحبة في قلوب الخلق فيقن أن الله أقرب إليك من كل شيء وإنه بك لرؤوف رحيم وإن ضاقت بك الأرقان يوما فرقن الله باقي لا يضيق اللحظة التي تثق فيها بأن الله قريب جدا هي اللحظة التي يغادر فيها الحزن من قلبك طعم القرآن في أجواء الشدة والبلاء مختلف هو اليد الحانية والنسمة الباردة التي تطفئ نار الأحزان وتجدد ثوب الإيمان ما خابت يد رفعت إليه ما قصر قلب بكى بين يديه يرجوه الجبر ما ردت الدعوات ولا النداءات ما ضاع صوتك المهزوم الله أكبر وألطف وأكرم بسم الله الرحمن الرحيم لو إنهم فعلوا ما وعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الثبات لا يكون بقصرة سماع الموعز وإنما يكون بفعل ما فيها حين تجلس مع نفسك ينبغي أن تسأل نفسك سؤالا واحدا أين أنا من طريق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر